اشتركوا في القناة عندما تذهب في اتفاق او لا وخلص يعني بتعطي كلمة ليست مسحا لانه داخل اوبك هناك مراقبة هناك عقوبات اذا احد اخل هناك مراقبات على الانتاج وايضا هناك طرد اذا حصل وتصويت على الطرد بتلتي العضاء لمصلحة قرار الطرد وبالتالي ليست مسحة عندما تلتزم الدول في اوبك طبعا دول خارج اوبك ستسيطر على نفسها تلقائيا لا احد يراقبها يعني مثل هيئة رقابية الاوبك على الدول العضاء ايضا سيكون هناك وقفة مع الذهب طبعا الذهب في الفترة الاخيرة شهدناه مزيد من الحركة هل انتهت حركته ولا فقط باول فصل من السنة حركة ستكون في هذه المستويات ثم تعود مرة جديدة بالفصل الثاني من السنة وتخسر كل المكاسب ويذهب الى مناطق اقل من هذه المناطق طبعا فيه هون نوع تضارب بالتوقعات على الذهب فيه توقعات انه ممكن يرجع يتراجع الذهب فيه توقعات انه عادى الذهب مرة جديدة ببعض الزخم ولكن لغم كل ذلك الذهب لا يستطيع ان يستقر فيه ال الف ومئتان وخمسين او يبقى عند هذه المستويات نشاهده انه حتى ال الف ومئتان وعشرين ال الف ومئتان وكتين هناك صعوبة بالثبات هناك تحركة بجدد سنشاهده متى سيغادل هذه المنطقة والى اهل طبعا سنبدأ في النفط عفوا ثم ندخل الى الذهب طبعا شكر دائما لأقسم المشهور وبيش الحمود على هذه الحلقة مشاهدين اذا سأبدأ مع منظمة اوبيك طبعا دخول اوبيك او اذا كانت دولة هي عضو باوبيك مش مثل اي دولة تنتج على حسابها لانه باوبيك هناك الكثير من الشروط وهناك ايضا الكثير من الانضباط سنأخذ امثالا بداية وجود حصص انتاجية ماذا يعني ذلك؟ مع نظام لمراقبة الحصص وايضا هناك عقوبات ماذا يعني ذلك؟ طبعا باوبيك هناك حصص انتاجية لا تستطيع الدول ان تتخطى هذه الحصص واذا التزمت ولذلك شاهدنا في الفترة الاخيرة عندما كان هناك حديث على يعني كل شيء مفاوضات كلمة الحصص يجب ان يتقيدوا بماذا سيعتمدون لانه هي منظمة متكاملة وهناك ايضا مراقبة للحصص لا تستطيع الدول ان تعمل اي شيء في الخفاء ولكن ايضا هناك عقوبات اذا حصل تجاوزات وبالتالي هذه العقوبات مزعجة جدا وممكن تقدي لالطرد من المناصمة بس ذكر انه خارج اوبيك اي دولة خارج اوبيك ماذا سيكون؟ طبعا خارج اوبيك مفتوح خليني اقول الانتاج وليس هناك مراقبة كبيرة جدا وبالتالي المفاوضات مع خارج دول اوبيك الدولة هي اللي ستسيطر على الشركات الوطنية لا اعود الى اوبيك ايضا لديها الرصيد عند الرصيد نقدي مهم جدا للدفاع عن السعر المحدد وصلاحية المنظمة عندها صلاحيتين بانه تسيطر على انتاج دول الاعضاء لانه بمجرد ما تدوب الاعضاء يكونوا اعضاء بالمنظمة لازم يتقيدوا بالاوانين لاحظوا هون الورقة الثانية اللي راح نشوها شاهدها اذا استمرت اي دولة في تجاوز الحصص تطرد من المنظمة بتصويت سلسي الاعضاء لصالح الطرد لاحظوا هون ما فيه اي مزح مع اوبيك بالنسبة انه اذا اعتمد مشان هيك هلأ اي اتفاق من شاهده انه مع اوبيك ودول خارج اوبيك هتبرو انه من جهة اوبيك فيه التزام لاحظوا فيه عقوبة لانه يلي بيخالف دخل اوبيك فيه طرد وفيه مراقبة كبيرة جدا على دول اللي بتنتج مشان هيك الانضواء تحت اوبيك له شروط ومهم جدا كمان اللي لفت الانظار هذا الشهر والشهر الماضي مشاهد انه الصين والسعودية طبعا الصين والسعودية خليني اقول اصبحت السعودية المملكة هي زبون كبير يعني نشاهد هوني انه الصين زبون كبير جدا للمملكة لماذا لانه المملكة تستطيع ان توصل الكمية التي هي بحاجة اليها الصين وتعتمد على الالتزام وهذا مهم جدا طبعا هوني السياسة لا تدخل كثيرا في العلاقات اذا كانت قوية جدا او لا نلاحظ ان العلاقات هي اقوى بين روسيا والصين من المملكة والصين ولكن في الصادرات النفضية لا تدخل كل هذه العوامل كمبدأ في التعاطي وبالتالي لاحظوا ماذا حصل شحنات النفض السعودي الى الصين قفزت 36% في فبراير الشهر الماضي وهو اعلى مستوى في 3 سنوات مهم جدا هذا وايضا الصين بذلك بتكون تالت اكبر عميل للسعودية بعد طبعا عمير ام واحد وامريكا اكبر اكتصاد في العالم نعم تكلم عن الصين تاني اكبر اكتصاد في العالم هي عمير ام ثلاثة بعد امريكا امريكا وبعد اليابان بالنسبة الى ايران ايران سادس اكبر مزود للصين لاحظوا الصين تاخد من السعودية اكثر هون من روسيا هم نشاهد الشي السعودية روسيا وفيه هون تابدوا طبعا مراكز دائما هوية الروسية تصبق السعودية كتزويد البكين في صراع كبير جدا هون على الحصة السوقية ولكن البارز انه من افريا تأتي انجولا انجولا بالمركز الثالث فورا وراء السعودية وروسيا بضخ البترول شحن البترول الى الصين العراق هون مهم جدا وسلطنة عمان ايضا من اكبر ايضا اللي بيدخوا البترول الى الصين اول ستينج في هذه الحلقة ونتابع نتابع مشاهدين سيكون هناك مقارنة بين تجارة الماس وتجارة النفط بحيث السيطرة يعني هل اوبك كانت تسيطر على النفط تجارة عندما تسيطر اوبك على تجارة النفط في السابق شهادنا كان عندها ولزالت اوبك لعب كبير جدا في مجال الاسعار اي اتفاق بيصل على اوبك ممكن يرفع الاسعار بشكل كبير جدا ولكن اصبحت الان العقود الاجلة والمضاربات على العقود هي المحرك الاقوى لاسعار النفط خلينا اخذ مقارنة مثلا في الماس تجارة الماس تعفو ان شركة دي بيرز اكبر شركة الماس في العالم وتتزعم صناعة الماس العالمي منذ فترة طويلة بدون اي مناسع من شهد ايضي الشركة الساوس افريكن او من جنوب افريكا اوبنهايمر ايضا الرئيس التاريخي كيف تستطيع ان تتحكم ايضا بالاسعار يعني هون عم ناخد فقط مقارنة بين الماس والنفط اذا كانت هناك جهة تسيطر مضاربات ولكن وهيك بتشاهدوا انه الماس عنده ميزة دائما انه بينخف الاسعاره بسرعة كبيرة جدا اكتر من الذهب يعني ممكن كتير اذا احد لديه يملك جوهرة او لديه طبعا كمية كبيرة من الماس فورا يخسر 40 في المائة 50 في المائة و60 في المائة من قيمة انه لا يحافظ على القيمة بكل طبعا الزهد من الانوان المرتفعة للسمن طبعا هون خلينا ارجع الى وليش عم نعمل هالفقرة لنوعا نوعا من نشاهد كيف انه اذا اجه هتسيطر تستطيع عبر المخزون ان تتحكم في الاسعار في بعض الاحيان شركة دي بيرز لديه مخزون ضخم تستطيع تخفيض اي سعر سعر النوع معين من الماس اذا صار في حركة كبيرة عليه بدون تأسير في اسعار الانواع الاخرى طبعا مثل انواع الخميط هون فيه عندنا نوع من الماس طبعا ولاحظ هون على المخزون الكبير جدا التي لديها وعدة الانواع تستطيع ان تحافظ على هذه الاسعار صار فيه سوابك في هذه الاشياء طبعا سنة الواحدة وثمانين دي بيرز قامت باغراق الاسواق بنوع معين من الماس تنتجه دولة زئير في افريقيا وكانت زئير تريد تسويق الماس ووحدها بهذا النوع وهالاغراق يعني هون اضطر انه يخنق اقتصاد زئير وبالتالي رجعت رضخ زئير وتراجعت بعدها عن هذه الامل يعني هون مشهد انه كيف يكون اللاعب يستطيع ان يتحكم بالاسعار اذا كان ريدو اوبك ممكن انه ان تهبط الاسعار ممكن ايضا انه انتج كبير جدا اكثر من نظوم وتهبط الاسعار مرة جديدة اكثر من هذه المستويات بسهولة جدا وبالتالي هون اشهد انه كيف تحكمت في الاسواق عندما يكون هناك نوع معين في الاسواق عود الى النفت كانت هذه مقارنة تقريبا قصيرة جدا بين انه اي جهة تتحكم ده هون شركة استطعت انه دولة مثل الزئير انه ترجع تستشيب لقرارات الشركة نسمع كثيرا بانه صعد سعر البرميل او تراجع سعر البرميل هناك قوة شرائية لسعر البرميل وبالتالي لنكون فيه انصاف فيه القوة الشرائية لبرميل النفط لازم اقيس نسي فيه مكياس لسعر القوة الشرائية لبرميل النفط مقابل كمية السلع والخدمات التي يمكن استيرادها مقابل كل برميل النفط يتم تصديره يعني اي برميل يصدر كم السلع والخدمات يستطيع ان يستورد هذا البرميل عندما يذهب كم من انواع السلع والخدمات يستطيع ان يشتري او يستورد هذا البرميل سنتوقف مع ستينج ونتابع هذا الخبر المهم جدا وهو القوة الشرائية لبرميل النفط مشاهدين سنأخذ مثال حي عن هذه الاشياء اذا كان بالسابق بتشاهدوا انه سعر البرميل كان مئة دولار وما فوق والان تراجع سبعين في المئة خلينا نرحض اذا من كان في السابق ماذا حصل والان سعر برميل النفط مئة دولار سعر طون القمح المستورة كمان خلينا نقول مثلا افتراضا كمان كمان بنفس الوقت في هذه الأوقات مئة دولار القيمة الحقيقية هنا برميل النفط هي طون قمح فقط لانه الاسعار تتساوى وبالتالي على فرض انه الدولة المنتجة للنفط فقط تستورة قمح فقط خلينا اخد مثل اذا ارتفع السعر واذا تراجع السعر اذا ارتفع لانه بدي انا مكياس للقيمة الشرائية او الكوة الشرائية لبرميل النفط طبعا اذا ارتفع سعر طون القمح المستورة الى 200 دولار ولم يحصل شيئا لسعر البرميل الكوة الشرائية لبرميل النفط طون خفض خمسين في الماء لا يستطيع ان يشتري طون سيشتري نصف طون من الان خفض ارتفع السعر وهو لم يرتفع معه وبالتالي انا احتاج الى تصدير برميل ثاني نفط للحصول على نفس كمية القمح هايدي اول احتمال كان انه اذا ارتفع السلع يعني اخذنا الامح وبقي النفط على حال هلا اذا تراجع الامح خمسين في المائة والنفط لم يتأثر بقي كمين على حال طبعا ما هايخد كل الاحتمالات وهي انه ارتفع هون بقي هيداك او ارتفع سوا او تراجع سويا او هيخد بعض فقط النوع من الترابطات بقية الكوبة الشرائية للنفط هون ازدادت لماذا لانه تراجعت اسعار الكم خمسين في المائة وبقت اسعار النفط برميل النفط الان يستطيع ان يشتري اتنين طون بدلا من طون واحد ولكن هذه خلينا نقول المنظومة او القاعدة لا تمشي دائما لماذا لانه الدول الاوبك لا تشتري سلعة واحدة دائما وتشتري عدة سلعة من عدة دول مع عدة عملات وبالتالي تدخل العملة وتعمل نوع من خربطة في هذه هذا التناغم بين سعر البرميل وسعر الكميات وبالتالي لانه دول الاوبك تشتري سلعة وخدمات من دول مختلفة بعملات ايضا مختلفة وبالتالي لا استطيع ان اتحكم في هذه النظريات تتغير اسعار الصرف اوقات بيرتفع التضخم من اين تشتري السلعة ومن داخل البلد ودائما عنديها التغيرات وبالتالي لا استطيع ان اوقيس بشكل كبير جدا القوة الشرائية لبرميل النفط تختلف بشكل كبير جدا نعم لماذا تختلف شهد نفائدة معادلة التضخم العملات وعدة سلع ايضا وتختلف بالنسبة للشركاء وتركيز الصادرات من اين تأتي مشاهدين سأتوقف مع فاصل افصل البرنامج كسمان ثم اعود الى الدهب سيكون هناك وقفة مهمة جدا مع الدهب في الفقرة التانية من حقيبة جو ابقوا معنا دائما هذا البرنامج برعاية امانة كابيتر هذا البرنامج برعاية امانة كابيتر مشاهدين اهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في حقيبة جو الفقرة الثانية من البرنامج نستعرض فيه اسعار الدهب طبعا كنا استعرضنا في الفقرة الاولى القوة الشرائية لبرميل النصط استعرضنا اوبك كيف اذا دولة خالفت داخل منظمة اوبك ماذا يحصل واخدنا ايضا مثلا عندما يكون هناك سيطرة على الصناع بشكل كبير جدا اخدنا مثل الماث في العالم اعود في هذه الفقرة الثانية وساستعرض هونج اشياء مهمة جدا عن الدهب ماذا يحصل في اسعار الدهب طبعا لوحظ انه فيه كاش مهم جدا ذهب الى الدهب كيف عرفنا ذلك ان كان من ناحية الصناديق المدارة او الصناديق التحول او ان كان ايضا بسبب لاحظوا انه الصندوق المقومة بالدهب مثل صندوق سبايدل جول تراست او ما الى ذلك ولكن كان هناك تقرير في السابق من دوتشي بنك وتقرير تاني ولكن تقرير كان يقول انه الدهب سيتراجع الى الف دولار مع نهاية هذه السنة ليش بسبب ارتفاع الدولار ها مهم جدا وهذا الارتفاع سيكون مدفوعا بارتفاع العائدات الامريكية وفي ازدهار سيكون فيه بالأسروم الامريكية وبدورة ارتفاع اسعار الفائدة القوية وبالتالي الدهب سيتأثر ويذهب الى الالف دولار بس سريعا جدا هن بدي يذكر انه الالف دولار الدهب اثناء الازمة العالمية السابقة تأثر بقوة وذهب الى 680 دولار ثم صعد بعد الازمة يعني عند الازمة لم يلعب دوره والدولار فقط لعب دوره فقط لا غير طبعا الذهب هن اللحز في هذه السنة بعد فقط شهرين في بداية قوية جدا هذه بداية ملخصة هو 16% ارتفاعات هذه السنة صار فيه تسارع شراء اكتر شيء بشهر اثنين بفبراير وشهدنا الكاش دخل بقوة في اخر ثلاث اسابيع كان بقوة وذهب الى اعلى مستوى تضفق الكاش في اخر ثلاث اسابيع هذا التضفق هو باعلى مستوى موز منتصف 2009 نشاهد هذا التضفق الكبير جدا طبعا فيه تضفق كيف من كيس هذا التضفق من كيس ايضا بحيازات صندوق المقومة بالذهب اكبر صندوق مقاومة حيازته ورجعات فوق السبعمائة طون كانت نقطة قوية جدا ودعم كبير في السابقة الان اصبح من المقاومات كسر هذه المقاومة ودخل الحيازات هي بلاس عم تكون على الصندوق منذ فترة طويلة او منذ شهور طويلة ولم يعني ما فيها التشيئم الكبير جدا مصاحبا بالصعود دعب طبعا لاحظنا انه وقت الذهب انطفت بقوة الى الـ 1260 رجع طلاجع تحت الـ 1220 بقوة ولم تأخذ الى بطعة جلسات ولكن ايضا التحرك الكبير جدا هيدا خليني اقول راوند تريب او رحلة الزهاب والاياب مهمة جدا عم بتكون للذهاب ايضا هناك عوامل مهمة نريد وانه ركز عليها كلفة اقتناء الذهب كمان هون تخفيض لكلفة الاجتناء نحن نعرف انه الذهب ليس له اي عائد وبالتالي عندما يكون هناك شراء للذهاب سيكون كلفة للاقتناء للتخزين ولانه لا يقدم عائد وبالتالي اذا لم يرتفع علي ربح اصحاب اقتناء الذهب وبالتالي هناك حاليا في شغل انه كلفة اقتناء الذهب يجري تخفيض هذه الكلفة وهذا عامل مهم جدا ايضا تعرفوا انه اقتناء الذهب هون اهم عامل عم بيسهم بالتخفيض الاقتناء هو عم بيكون فيه ماينس بدين انه سفر يعني بدين انه ما يقدم اي عائد فيه سندات كانت عم تاخد عائد لتعطيك سند وبالتالي سندات السلبية ما ما معناها معناها انه اذا اليابان اصدرت سندات سلبية بعائد سلبي معنا اليابان اخذت عائد من المستسمرين بدين المستسمرين يأخذون عائد وبعتهم سندات واخذت منهم عائد في السابق دائما هو العرف المهم جدا هو المستثمر يشتري السند او يبيعونه السند ليأخذ عائد عليه هون عم بيبيعه السند ويأخذه العائد منه وبالتالي لاحظوا هذه معنى العوائد السلبية طبعا صار فيه إداع سلبي عند شهد منطقة اليورو في تسابق بين اليابان ومنطقة اليورو على شيء يورو اليابان سويسرا سويد دنمارك وأصلا تجربة السويدية والتجربة الدنماركية الآن تطبك وتطبكت منذ سنوات طويلة عندما يعني عصفت أزمة في الدول اسكوندنافيا وشهدنا كيف خرجت السويد من ذلك في منذ سنوات طويلة شهدنا بهيدا الستايل أو الأسطوب اللي هو الإداعات السلبية أو الإداع السلبي طبعا بنذكرون أنه في آخر فترة متل ما ذكرت سنضيق التحوض زادت مراكزها ببورصة كوميكس إلى ارتفاع صارت لها سنة واحدة أول ستينك في الفقرة الثانية ونتابع دائما أيضا مشاهدين هناك عامل مهم جدا الآن إنتاج المناجم في أستراليا أعلى مستوى له بـ 12 سنة بداية خليني بس قبل ما تابع بدي يركز شوي على أستراليا أستراليا أي شخص يتكلم عن أستراليا في الدهب هو بلد يعني بلد منتج كلاسيكي معروف بالدهب رغم تغير السنوات الكثيرة وهناك شركات مناجم قوية جدا في أستراليا ويعني أستراليا دائما تكون بين التوب سري أو بين أول ثلاث أربع دول بالنجال الإنتاج طبعا يتغير المركز الأول لم تكن هي بالمركز الأول الصين هي بالمركز الأول ولكن جنوب أفريكا لقبت الدول لسنوات طويلة بالسبعينات وما ذلك ولكن نضب المناجم في جنوب أفريكا أثر بقوة على هذا الأمر أستراليا إنتاج الدهب حاليا بأعلى مستوى بـ 12 سنة وبمقابل للمناجم خلينا أخذ الطابع البسيكولوجي طابع البسيكولوجي دائما يترافق مع عم بيصير فيه نوع من التشيئم أي اندفع للدهب يعتبر فورا فيه أعراض للتشيئم مشين الاقتصاد العالمي وأيضا أي فيه تشكيك بسياسات البنك المركزي الفيدرالي وما إلى ذلك وبالتالي يذهب إلى الدول إذا كانت هناك وجهة السياسة ليست معروفة كيف سيتصرف في المرحلة المكملة إذن فيزيكلي على الأرض نعم نشاهد مناجم بعدين نشاهد بنفس الصفحة هون أخذنا صفحة مناجم فيزيكلي وصفحة نفسية وبالتالي الاثنين اجتمعوا وصار في الارتفاع هون رجعت حركت المناجم في أستراليا تحركت مرة جديدة برجع بذكر أنه الصين هي الأولى في الانتاج ولكن ليست في الحيازات ليست لديها كثيرا الصين فقط 1600 طون الصين كحيازات قبل ما يصير في الفورة الكبيرة جدا ورجعت الصين وصلت إلى 3000 وما إلى ذلك ولكن الصين دائما 1600 طون كانت متوقع أكثر وبالتالي الصين مع 1600 طون فقط حزرت ولكن الانتاج عالي جدا أعلى تفوقت على ساوس أفريكا أعلى من أستراليا أعلى من الولايات والتحدي الأمريكية طبعا من الولايات والتحدي الأمريكية دائما 8300 طون هي في المرتبة الأولى في إذا أخذنا بعض التواريخ لماذا يحصل هذه البنوك المركزية كيف تحرك في الأسعار هناك تاريخ مهم جدا غير المنشهد أنه كان ذكرنا عن بريطانيا وكلهم بيعرفوا أنه ماذا فعل جوردون براون ولكن هناك أيضا أستراليا رغم مناجمها الكبيرة جدا بيوم واحد وكان ذلك بسنة السبعة وتسعين باعت أستراليا تلتي احتياطياتها من الداب عم نتهزة في الأسواق يعني تصوروا الآن إذا تريدوا أي دولة أن تعرض مزيد من الأطنان وتبيع ربع احتياطة تلت احتياطة كيف لو بدأت بيع تلت اربع احتياطة سنة السبعة وتسعين عم نتضجة كبيرة جدا في الأسعار وكمان رجعت تحرك الشي سنة التسعة وتسعين لاحظوا هون التسعة وتسعين كان قاع الدهب بامتياز تسعة وتسعين ألفين ألفين وواحد ثلاث سنين او قيعان لقى الدهب عند الميتان وخمسين ميتان وتسعة واربعين دولار وعلى سنة التسعة وتسعين دهما كانت البنوك المركزية تبيع أو تشير إلى ذلك انخفض السعر إلى ميتان ووحدة وخمسين وبالتالي شاهدنا هون من الميتان وخمسين دولار ارتفعت الأنصة بشكل كبير جدا بعدين أخذت رالي ب13 سنة وارتفعت إلى الألف وتسعمية وعشرين عم تكلم نحن من الميتان وخمسين إلى الألف وتسعمائة وعشرين وهذه أرقام كانت مخيفة رجع بعدين تدمر الدهب وتراجع بقوة بحوالي أكتر من طبعا ألف وتسعمية ألف وميتان تمام ميتة دولار سبعمية وخمسين دولار رجع تراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق الآن نحن عدنا مرة جديدة عند الـ 1200 وفوق الـ 1200 الذي هي نقطة مهمة جدا لاحظوا أن في 2020 رغم أنه تقطع بكوة وقت القفز هذه القفزات السريعة فوق الـ 1200 وكسر الـ 1200 دائما 220 حاليا وميتان وخمسين في هذه الفترة المشدد هي مهمة جدا هذه المنطقة هو يستظل فيها ويتحرك فيها مهمة جدا هذه المنطقة دائما اخر ستينغ ومدخل الى نهاية الحلقة مشاهدين اناصل الى نهاية البرنامج كنا تعرفنا بشكل كبير جدا عن الدهب والنفط كنت حلقة مهمة جدا تنولنا فيها بعض النقاط الرئيسية سأذكر بطبعا كيفية الطلاق وتواصل مع المشاهدين الكرام في ايميل البرنامج او شي موقع البرنامج اذا بتحبوا تشاهدوا الحلقة او فتاتكم الحلقة موجودة دائما على الويب سايت مع حلقات سابقة cnbc.com ايميل jo.howatamanacapital.com اي افكار تحبوا نطرحها ايضا بالمستقبل ممكن كتير نتنولها حسابي على التويتر jo.howa1 هيدا حسابي على التويتر مشرفني كتير متبعاتكم نتشرف دائما وتغريدات متواصلة بتكون على التويتر وبتتنول اشياء اقتصادية بشكل متواصل هيك بنصل لنهية البرنامج شكرا مشاهدين لنلتقي معكم في حلقة مقبلة ودائما هنجرب قدمة فينا لنقدر ننوع الحلقات شكر موصول لأكسام المشهور وأيضا كل الفريق هذا البرنامج برعاية أمانة كابتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر